تشهد النسخة السادسة من المبادرة الطلابية السنوية نجوم الأعمال التي تنظمها مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد وبالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم إضافة جديدة ونوعية فيما انطلقت هذا العام من كورنيش خورفكان وللمرة الأولى بهدف تعريف طالبتي وطالبات على عالم تجارة والأعمال الخاصة والحرة ودفعهم لخوض تجربة الاستثمار المالي بمشاريع بسيطة فضلا عن إكسابهم الخبرات والتعلم والاستفادة من الأخطاء التي قد يمرون بها يأتي مشروع نجوم الأعمال الذي يقام للمرة الأولى في المنطقة الشرقية وتحديدا على ضفاف شاطئ مدينة خورفكان اليوم كخطوة جديدة كان لهذه المبادرة الناجحة امتداد جغرافي لمدينة خورفكان نحن نستدف من هذه المبادرة أبنائنا الطلبة لزرع وغرص ثقافة الأعمال وتوجه إلى الإدارة والإشراف على مشاريع تجارية صغيرة بحيث مجلس شارك التعليم المؤسس ترواد يدعمون طلبتنا المشاركين في هذه المبادرة بتدريب مسبق وبعد التدريب هذا نفتح لهم المجال بحيث نوفر لهم المناصات التي من خلالها يستهدفون الجمهور ويبيعون بضاعتهم التي يشتغلون عليها ترسيخ مبادئ ومهارات التجارة الناجحة أساس نرتكز عليه طلبة المشاركون حيث تنوعت المعروضات والمنتجات المختلفة حسب ما يطلبه الجمهور والسوق أيضا ولم يخلو الأمر كذلك من أفكار مبتكرة ومستحدثة هذا المشروع عبارة عن أن نبيع وجبات خفيفة يحبونها الأطفال الكبار نبيع كله مثلا مهيتو كراكو هالأشياء يعني تركنا في المشروع عشان نستفيد من الوقت الإجازة يعني الإجازة طويلة فعالقل نقضي وقت الفراغ بشي مفيد نستفيد منه نحن ونستانس نحن قروب عبارة عن أربع أشخاص وفي البداية التقنا في المدرسة وفكرنا أن ندخل هذا البرنامج وخططنا أنه شو المنتجات اللي منبيعها والحمد لله طلع أمر ناجح عندنا كوشكين كوشك حق العطور وكوشك حق الكوفي طبعا الكوفي عندنا السبيشال فيه والمهيتو والعطور من صنع إيدنا وحبينا أن نبرز مواهبنا نحن كطلبة لأول مرة مجلس الشارقة يعطي أهمية لرواد الأعمال في خورفة كان مبادرة نجوم الأعمال جاءت نتيجة عمل دؤوب بين مجلس الشارقة للتعليم ومؤسسة الشارقة لدعم مشاريع الشباب الريادية رواد بحيث يتم معرفة نجومية الطلبة والطالبات واكتشاف مكامل التمييز والريادة لديهم فضلا عن استثمار ما يحملونه من أفكار خلاقة وميول تجارية ومساعدتهم في عرضها على شكل مشاريع مصغرة اشتركوا في القناة